تضع المدارس القوانين بهدف الحفاظ على سلامة الطلاب وتحفيزهم على الدراسة إلا أن بعضها تعتمد قوانينا تبدو غريبة جدا مثل القائمة التالية بطاقات البوكيمون منعت وزارة التربية الإيرانية بطاقات وصور البوكيمون في المدارس لأنهم يعتقدون أنها تحتوي على صور غير شرعية وتهدف إلى معادات الإسلام بالإضافة إلى قصات الشعر الغريبة وكذلك قصص وروايات هاري بوتر سراويل اليوغا منعت مدرسة في العاصمة الكندية أوتاوا ارتداء تلميذات سراويل اليوغا الضيقة إلا في حال ارتداء قمصان طويلة فوقها القواميس منعت مدرسة في إنجلترا دخول القواميس إلى المدرسة لأن الطلبة يبحثون في القاموس عن كلمات غير لائقة الحبر الأحمر قانون يمنع استخدام الحبر الأحمر في بعض المدارس لأنه يسبب الضيقة للأطفال وأن اللون الأحمر يمكن أن يؤثر سلبا على نتائج الاختبار واستبداله باللون الأسود أو الأزرق الأصدقاء المقربون تمنع معظم مدارس بريطانيا التلاميذة من اختيار شخص كصديق مقرب جدا وذلك حماية لمشاعر الآخرين الإمساك بالأيدي منعت مدرسة في ولاية تينيس الأمريكية عام 2012 إمساك التلاميذ بأيدي بعضهم بعضا باعتباره يهدف إلى أمور غير أخلاقية الكرات قررت مدرسة في تورينتو الكندية منع جميع أنواع الكرات المنفوخة جيدا بعد إصابة أحد أولياء الأمور في رأسه بتسديدة من تلميذ في ملعب المدرسة حقيبة الكتب إحدى مدارس ميشيغان الأمريكية لا تسمح للتلاميذ بإحضار أي نوع من الحقائب إلى الصف حتى لو كانوا يحملون فيها الكتب من خزانتهم المخصصة داخل المدرسة فحسب بسبب مخاوف على سلامتهم الملابس ممنوعة قامت مدرسة يابانية بوضع قانون غريب من نوعه يمنع فيه ارتداء الملابس داخل الامتحانات وذلك لعدم الغش كان هذا السبيل الوحيد لوقف عملية الغش وذلك لاستخدام الطلاب أحدث وسائل الغش التي تخبأ تحت الملابس منع بطاقات التهنئة بعيد الأب إحدى المدارس الابتدائية في سكوتلندا منع التداول بطاقات التهنئة بعيد الأب وكان السبب من وجهة نظر إدارة المدرسة أن ذلك احتراما لمشاعر الطلبة ممن ليس لهم أباء الغريب أن ذات المدرسة تحتفل بعيد الأم دون قيود معينة